نروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد كرة اليد النهاردة الصبح فريقنا فريق كرة اليد للرجال لعب على المداليا البرونزية الصبح مع الأفريقي التونسي وستطاع أنه يحصد البرونزية بعد ما فاز على الأفريقي التونسي بنتيجة 30-22 مبروك طبعا المداليا البرونزية أكيد طبعا كان اللعيبة والجهاز الفني والنشاط الرياضي والنادي كله كان يتمنى أن هي الذهبية ولكن يعني دي الرياضة يعني أكيد اللي بيخسر بيقوله هاردلاك واللي بيكسر بيقوله مبروك ولكن يعني فرقتنا كانت مقدية تقول البطولة أداء جيد باستثناء مباراة الزمالك وطبعا عرفنا منذ لحظات انتهى الفاينال بفوز الترجي ببطولة أفريقيا الحقيقة دي من لحظات انتهت المباراة فطبعا يعني الترتيب الفرق الآتي الترجي في بطال أفريقيا للأبطال المركز الثاني النادي الزمالك المركز الثالث النادي الأهلي المركز الرابع الأفريقيا التونسي فده طبعا أكيد يعني يعني ان شاء الله يتعود في البطولة القادمة وزي ما قلت لحضراتكم الرياضة يعني غالب ومغلوب زي ما بيقوله ولكن أكيد عندنا يعني أخطاء في أخطاء وخلينا أتكلم مع حضراتكم بيعني صد الرحب النادي الأهلي في كل مباراةه بيؤدي أداء كويس جدا مع مباراة القمة الأهلي والزمالك بيحصل دروب شوية في أداء اللاعبين معرفش هل الموضوع ده نفسي محتاج يعني شوية يعني حماس أكتر يعني أداء الفرقة في كل المباراة يعني معلش الأفريقية احنا كسبناه الأفريقية ده كسب الزمالك الأفريقية ده كسب الزمالك فرق مريح جدا جدا الترجي كسب الزمالك وإحنا يعني لسه خلصة الموضوعات حضراتكم الترجي يكسب احنا كنا نقدر نكسب الترجي أنا أتوقع لو كنا لعبنا الترجي نكسب يعني الفرقة التونسية بنكسبها سهل الفرقة بنكسبها سهل الأزمة عندنا في مباراة الأهلي والزمالك أنا الحقيقة محتاجة يعني تفسير محتاج اللاعبية تقعد مع نفسها هل ساعات جدا واضح طبيعي جدا جدا ممكن يكون عندك حاجة بيبقى فيها زي دروب بنفسي في المباريات بيحصل حاجة دروب بنفسي في بعض المباريات كيمش على الأهلي والزمالك بتكلم على صفة عامة احنا هنا جيلي مثلا في البسكت كنا لما نلعب أنجولا كنا بيحصل دروبه في المستوى برغمنا احنا نكسب السنغال ونكسب نيجيريا والسنغال تكسب أنجولا ونيجيريا تكسب أنجولا ننزل أنجولا نفسيا بيبقى عندنا أزمة حاجز في حاجز نفسي عندك قلق ضغط عصبي ما بتحملوش فقصد الموضوع بالفنيات والله أنا ما بقولي الكلام ده عشان ألمع وقولي أنا بقولي الكلام ده فنيا لو حداك تقدروا تتحققوا من صحة كلامي مباراة أفريقيا نكسب أي فريق مباراة تونس نكسب أي فرقة في تونس ولكن في كل المباراة بيبقى الأهلي رقم واحد مباراة الزمالك لو حسبتها برضو بتلاقي الأهلي فنيا كويس ولكن بيحصل دروب كده في أوقات من المباراة بنخسرها آخر ثانية آخر دقيقة آخر هجمة الموضوع محتاج يعني دراسة من المسؤولين ودراسة من طبعا المهتمين بكرة اليد وإحنا عندنا نجوم وأساطير كبيرة ولازم يشوف إيه الحاجز النفس إيه المشكلة اللي بتحصل زي ما قلت حضراتكم مش لازم أهلي زمالك أنا بتكلم عن أي فرقة ممكن تلاقي في الدولة الإنجليزية الكورت القدر ممكن تلاقي ليفربول عنده حاجز مع مثلا من سيتي تلاقي ليفربول بيكسب كل الفرقة ويجي قدام من سيتي هو في أسوأ حالته يخسر منه يعني بتلاقي فيه أمور كده معرفش هل هي حاجز نفسي هل محتاجة يعني أكيد طبعا عندنا كابتخاد العودي ومجلس إدارة النادي الأهلي ومعالي الوزيرة عامل فاروق طبعا يعني ومجلس إدارة برئاسة كابتخاد المحمود الخطيب ومعالي الوزيرة عامل فاروق مدين ملف ده أهمية كبيرة جدا جدا أتصور إن طبعا لازم يحصل فيه أناليسس للمشكلة وحل عشان نعرف القادم ممكن يعمل فيه